مرحبا بكم فلاشين دودي كوك و لا تنسوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم سوف نتقس معكم الطريقة التي نوجد بها أجينة البيتزا أجينة خفيفة وتخرج لنا كونتيتي زويدة و لا يوجد المكونات بثاف و امامتون هاد الاجين كجي خفيفة وتستعملها وقت ما بغيتو سوف نحتاجوا في المكونات الزلافة ديال الفورس نص زلافة ديال الفينو مع القصغيرة ديال الملحة هنا عندي مع القاة كبيرة ديال الخميرة ديال العجينة عندي مع القاة كبيرة ديال الخل الخل وليك يعطيها واحد رطوبة هائلة نخلط المكونات مع بعضهم سوف نزيدهم مع القاة صغيرة ديال التومة و مع القاة صغيرة ديال البصلة سميد و مع القاة صغيرة ديال الزعتر مطحون و سوف نجمعوا المكونات كاملين و نبدأون اجنو شوية بشوية بالمدافية كيف ما تشوفوا على الطريقة حتى تجمع لنا العجين ديالنا مزيان من بعد غادي ننزلوا على سطح الامل و غادي ندلكوا العجين ديالتنا مزيان فهدلقتنا انا فاش كنكون كنعجن كنزيد واحد شوية ديال زيت العود كيف ما كتشوفوا و انا كنعجنوا و انا كنعجنوا فاش كنبغين حطها باش كتختامر كنندهن بزيت العود و كنصدعليها بفيل ما يمونتغ و كندير لي هزيف من الفوق باش كتش تسخن و كتخمر لنا مزيان من بعد ما خمر لنا العجين ديالنا غادي نفغينيو اللي بلان ديالتنا نزلوا علي العجين ديالنا اللي ختامر بها الطريقة كيف ما كتشوفوا و ضعف الحجم ديالو غادي نديرو فورس حتى من الفوق نجيبو الدلك ديالنا نطلقو او ما يمطو من نرقوش العجين بزاف انا غا نخلي لكم صندوق الوصف المكونات بالضبط لزنغغيديون ديالونا بالعبار كامل كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنتلقو بالدلك ديالنا العجين هاي العجين ديالتي كاملة ده بغادي نجيب ايلا عندكم زلافة كاس على حسب اللافة و من اللي انتم ما بغيتو هادي تقدرو تديرو بها دي ميني بيزا كيف ما غا نديرو منا كو تقدرو تديرو بها بيزات كبار و تحتافظوا بهم انا هني هاد دي ميني بيزا كيف ما كتشوفوا درطلي هاد لنبخة بيزة الكبير كن بدو ندورو حتى كن نقطع الدوائر ديالونا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا و لا تقوم بتخسر الدوائر سينية الفرن نضيف زيت و نضيف و نضيف بيتزا و نضيف زيت و نضيف و نضيف لأثير لست المزيمة و نضيف لكنها لنضيف و نضيف لنضيف نطلقوه مزيان بها الطريقة كيف ما كتشوفو ضروري انكم تأجنوه باش بحلا العجين كتعود طوح لنا في الدينة ونقدرو اننا ننشكلوها كيف ما بغينا من بعد ما كملت الدوائر ديالي كيف ما كتشوفو كنجيبوه فخشيت وكنتقبو العجين ديالتنا مزيان بهالطريقة كيف ما كتشوفو هنا من بعد ما ساليت هنا انا سخنت الفرن ديجا سخون مزيان غادي ندخلهم على ميتين درجة كي يكون سخون ونفاش غادي ندخل العجين ديالي غادي نقصو تلمية وثمانين ونبقى حاديهم من بعد واحد عشر دقيق انفو كيبالو لينتنفخو وما ينبقوش ملسقين على صحن سينية ديال فرن ديالنا سفي كنحيدوه مني انا نغي كنطيبوهم غير نصطيبة على هات شكل كيف ما كتشوفو بغيتو تحتافظو بيون في المجميد كيف ما شفتو وحزيف لينقي وكنسدو عليهم في صاشي دوك اللي ساك بلاستيك اللي كي تصدو او لافشي بوات اللي كتتسدو مزيان كمسا كنحطفو بيون في المجميد وانفو كنبغيوهم كنجبدوهم كنعمرهم وهم يمتلجين ماشي دارو انخليهم تاكير طابو عاد نستعملوهم في نفس النهار اللي صيبتو في يوم العجين فهو كيجي عجين هش ورطب قول ديد في المدق نتمنى انا الفيديو دياليوم تتن اعجاب ديالكم الى عجباجكم لا تنسوش تخليو اليادي جام